اشتركوا في القناة نادي انجليزي بارز يهتم بحكيم زياش ويقدم على اول فعل للتعاقد معها والان الى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رئيس البايرن عن مزراوي انه الرجل الذي كنا نبحث عنه في الجانب الايمن للدفاع تلقى اللاعب المغربي نصير مزراوي اشادات كثيرة من مسؤول باير ميونيخ يوم تقديمه الرسمي لوسائل الاعلام الالمانية الى جانب الوافدين الجدد على النادي البافاري وقال هيربيرت هاينر في مؤتمر صحفي نصير مزراوي هو بالضبط الرجل الذي كنا نبحث عنه في الجانب الايمن للدفاع وتابع لقد باحتنا لفترة طويلة للحصول على هذا النوع من اللاعبين الذي نحتاجه ونريده وصار المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش عن نفس المنوال قائلا نصير لاعب متخصص سيعطينا شيئا مميزا ويضغط على الخصم في الجهة اليمنى واضف انه لاعب يتمتع بجودة ممتازة وهو قوي تقنيا ويصنع تمريرات عرضية جيدة من الجهة اليمنى واختتم موضحا نحن بحاجة كبيرة اليه كما ان لديه عقلية ممتازة تصريح مفاجئ من الفيفا على اكيديمية محمد السادس اشهد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتطور الذي تعرفه الكرة المغربية خلال السنوات الاخيرة على مستوى الاندية والمنتخبات اضافة الى تطور البنى التحت الرياضية ابرزها مركز محمد السادس الذي وصفه الجهاز الوصي على الكرة العالمية بالجوهر ونشر الفيفا تقريرا مفصلا عن الكرة الوطنية عبر موقعه الرسمي قال فيها تخطو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خطوات كبيرة في تطوير المواهب الشاب في البلاد وتمهيد الطريق للاخر للمواصلة على نفس المنوال وضف الاتحاد الدولي لكرة القدم المغرب تمكن من التأهل خمس مرات الى المونديال والسادسة ضمنها في النسخة المقبلة بقطار ويتوفر على مشهد محلي مزدهر لكرة القدم المغربية بضمه لمجموعة من الفرق التي لها تقلها إفريقيا ووصل في هذا البلد المحب لكرة القدم نظم الفيفا ورشة عمل في يونيو الماضي مخصصة لبرنامج تنمية المواهب والتي أطلقها أرسين فنجر رئيس قسم التطوير العالمي في الفيفا شهر فبراير من السنة الماضية حضره أكثر من خمسون متخصصا في التنمية ومستشارا تقنيا إقليميا عن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لمناقشة استراتيجيات تطوير المواهب وتبادل أفضل الممارسات وتمهيد الطريق للاتحادات الأعضاء الأخرى في الفيفا لدعم البرنامج وأوضح المغرب تسبقه سمعتها له القدر على إنتاج مدافعين جيدين ولاعب وسط ميدان مبدعين ومهاجمين بأسلوب مميز ليس من المبالغة في شيء إن قلنا أنه معقل المواهب كما أشهد الفيفا بقيمة البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب قائلا أكاديمية محمد السادس لكرة القدم والتي تمتد لمساحة 30 هكتار بتوفرها على أحدث التجهيزات التقنية والمعدات التي تتناسب والمعاير الدولية هي جوهارة كرة القدم المغربية ومن أكبر وأنجح المراكز الرياضية في العالم نادي إنجليزي بارز يهتم بحكيم زياش ويقدم على أول فعل للتعاقد معها قرر النادي مونشستر يونيتد الإنجليزي مزحمة ميلان الإيطالي على خدمة النجم المغربي حكيم زياش طمحا إلى ضمه في الانتقالات الصيفية الحالية وأوردت صحيفة سبورتمول إلى أن مونشستر يونيتد مهتم بزياش وذلك نزولا عند رغبة المدرب إلك تينهاك وتبعت أن مدرب آيكس السابق يرغب كثيرا في الاشتغال مجددا مع زياش عبر ضمه لمونشستر يونيتد من أجل بناء مشروعه الحديث الخاص بالشياطين الحمر وأشار إلى أن تينهاك حدد لقاء قريبا مع زياش من أجل إقناعه بالانضمام إلى مونشستر يونيتد وبالإضافة التي سيقدمها للفريق ما إن وافق على حمل القميس الأحمر في حين يستمر اهتمام ميلان بخدمة زياش كون الفريق الإيطالي يعد الصباق لإبداء رغبة التعاقد مع صانع الألعاب المغربية الذي ما زال الغموض يرافق مصيره ومستقبله توهج بن شرقي وريط طريق حامد وأبو جبل وصل المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك تألقه بقيادة فريقه للفوز على غزل المحل بهدفين للسفر ضمن منافسة الجولة الخامسة والعشرون من الدورة المصر الممتاز ووضع بن شرقي بتوهجه والتزامه الواضح مع الزمالك رغم انتهاء عقده خلال الأيام القليلة المقبلة وضعت تنائي طريق حامد ومحمد أبو جبل في مأزق أمام الجماهير البيضاء ويعد لعب الودادة السابق أهم عناصر التفوق الهجومي للزمالك إذ شارك في واحد وعشرون مباراة بالدور هذا الموسم وسجل تمانية أهداف كما صنع ستة ليصبح تاني هداف الفريق خلف أحمد سيد زيزو وإجمالا شارك بن شرقي في مئة وتمانية مباريات بقميس الزمالك في مختلف المصابقات سجل خلالها واحد وأربعون هدفا وصنع تمانية وعشرون ليصبح أحد أبرز الهدافين الأجانب في تاريخ القلعة البيضاء وكان مرتضى منصر رئيس الزمالك قد أعلن مؤخرا أن بن شرقي رفض تجديد عقده حيث يرغب في الرحل إلى قطر أو تركيا في المقابل وصلت أزمة طريق حامد وأبو جبل مع النادي إلى طريق مسدود بعد خضوعهما للتحقيق وابتعد أبو جبل عن الزمالك طوال الفترة الماضية وسط اتهامات بهربه من المشاركة في لقاء الأهلية بحجة الإصابة قبل أن يطلب فسخة عقده مع الزمالك لإتمام اتفاقه مع نادي النصر السعودي وهو الطلب الذي قبل بالرافض من جانب النادي الأبيض ومن جانبه يواصل طريق حامد غيابه عن الفريق إذ صافر بشكل مفاجئ إلى إسبانيا عقب مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشر ليعود بعد أكثر من شهر إلا أنه لم يشارك في أي لقاء مع الزمالك منذ ذلك الحين بينما ربطت تقارير صحفية بالانتقال إلى اتحاد جد السعودي لاعب الرجاء يقترب من الانتقال إلى الدورة السعودية يقترب نادي التعاون السعودي لكرة القدم من التعاقد مع أنس زنيتي حارس مرمى فريق رجاء رياضي وذلك خلال مرحلة الانتقالة الصيفية الحالية وقربت تقارير صحفية السعودية الحارس الزنيتي الذي انتعا عقده مع فريق رجاء رياضي مع نهاية الموسم الكرة والمنقضية حيث اقترب من الدورة السعودية عبر بوابة نادي التعاون وكشفت صحيفة الميدان الرياضي السعودية عن قرب انتقال اللعب المذكور إلى نادي التعاون وقالت ان فريق التعاون يسعى إلى الاستفادة من خدمات الحارس الزنيتي عقوب التألق الذي بصم عليه رفقة الفريق الأخضر اشتركوا في القناة